وصلوا إلى مرحلة الآن شوفنا نحن في العراق الآن وصلنا إلى مرحلة أنا كثير من اللقاءات هنا في جدل عراقي وتابعت أيضا مجموعة من اللقاءات لسياسيين على بعض القنوات الزميلة هؤلاء يرون غالبا حتى المناهضين للعملية السياسية يقول لك أن حكومة أغلبية ستذهب بنا إلى مجهول لماذا؟ تعنت الطرفين أولا ثانيا يقول لك أن الذهاب إلى الأغلبية لن يخلق معارضا سيخلق ما يشبه المقاومة أرجو أن تفهمني هنا الفرق هنا الفرق لا تجددينا ثقافة معارضة إلى الآن صحيح يعني هي راح تودي بنا أسوأ من اللي هسه أصلا نحن به يعني عمليا نحن جربنا توافق صح؟ حكومات توافقية منذ الفين ثلاثة اللي هسه ش أنططنا؟ أنططنا فساد أنططنا عدم استقرار أنططنا هاي الحالة المشوهة اللي معرف هي دولة أو مدولة يعني أنا مدى أريد أدخل بمجالات تشهير وهذا لكن هذه الحالة اللي موجودة بها العراق هاي منه أنططنا؟ غير أنططنا هاي النتاج للتوافق للحكومات التوافقية المتعاقبة طيب خلي نشوف نجرب هالمرة غير والله يعني فكرة أنه أغلبية وموجود صح ما عدنا ثقافة معارضة صح ولا واحد من الأحزاب اللي حتى عنده مقعدين يريد يكون بالمعارضة كل هذا تريد تكون جزء من الكعكة وكلها تريد تكون مشاركة وفي نفس الوقت كلها تنتقد هي نفسها الحكومة هي نفسها الأحزاب هسا تفتح حالك أي واحد يقول لك لا الحكومات هذه أداة سيئة طيب منه مشكلة أبويا مشكلة غير الأحزاب هاي الأحزاب الكبيرة مشكلة الحكومة